نصلوا إياكم الآن أعزائي المشاهدين بعد ما طوينا ملف منتخب سقور الأردن وحديث عن الفترة الماضية والفترة القادمة حديث الآن عن كرة القدم الأردنية وأيام قريلة تفصلنا عن بداية موسم جديد بانطلاقة بطولة ذريع التي ستبدأ يوم الخميس المقبل وتقام جميع مباريتها على ملعب الأمير محمد في الزرقاء للحديث عن ملف كرة القدم سواء الدريع أو منتخب الرديف اللي صحبة قرعته لمشاركة في كأس آسيا في أسباكستان نرحب بضيفنا ومحلل القانونة الرياضية الكبتن عدنان عوض مساء الخير يسعد مساكن طبعا مننا عنك كيف سلتك الله يخليك كبت إن شاء الله بخير الله يسعدك كيف تكتك مع الكورونا تمام الحمد لله الأمور لا الأمور تمام حال الله رب العالمي الله يعطيك العافية طبعا كبتن عدنان أيام قليلة الآن الأندية بدأت بوضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة فرقها الآن في مباريات ودية تقام استدادا وتحذيرا لبطولة الدرع أولى البطولات في موسم كرة القدم البطولة تبدأ يوم الخميس المقبل لمشاركة فرق دوري المحترفين حدثنا في البداية عن هذه الفترة كيف ترى تحذيرات الأندية كيف تقيم استعدادها استعدادها للمشاركة في هذه البطولة التي تقام كما ذكرنا على ملعاب الأمور محمد في الزرقاء يعني بلشت فرق تستعد كويس معظم الفرق بلشت جهز حالها فرق كان عندها الاستقرار الفني فرق استعانة المدربين استعانوا بلاعبين اللي يحسب هذه الفترة أن الدرع تكمل إلى فترة الإعداد يعني ما بتخيل في فريق ماذا بنظر للدرع أنه بطولة مهمة له أنه يحرز اللقب وبهمه يتطمن على فريقه أنه فريقه جاهز للإستحقاقات اللي بعدها كان دوري أو كاس لأنه كلنا شفنا الموسم الماضي مثلا جليل أحرز اللقب وتعرض لانتكاسه وهبط للدرجة الأولى عشان هيك ما توقع لأنني عم تنظر لبطولة الدرع أنه تكمل إلى فترة إعدادها معظم الفرق محترفين أنت متعاقد معه بالضبط بالضبط يعني حتى عن مستوى اللاعبين المحليين يعني إحنا ننظر مثلا الفيصل اللي استعانوا بعبيدة السماء مثلا الأول مرة يشارك مع الفريق يريدون يشوفه الوحدات السرية ومهند خير الله المناصرة مع العناصر السابقة مع الوحدات بس النادي الأميز بالتعاقدات كان لحسين إربيد بصراحة اللي واضح شو هدف يعني واضح شو هدف الحسين إربيد أنت لما تستعين أنت من لاعبين محليين ولاعبين اثنين محترفين على مستوى عالي معناته واضح أنه أنت جاي تحرز ألقاب يعني إذا يعني الهدف اللي تم وضعه من الإدارة بهذه التعاقدات يعني كمدرب ماذا تريد فلانه 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 وغفرنا لك كل شيء اتفضل هدفنا أكيد واضح 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 هدف المنافسة ما بتوقع يطلع واحد مننا للحسين يقول أنه منجهز نعم لأنه أو نبني فريق أو نبني فريق واضح أن الفريق يعني كامل كان لاعبين المميزين السابقين أو العناصر اللي استعانوا فيها واضح أنه الحسين جاي نافس على ألقاب الوحدات جاهز الفيصل جاهز الرمثة من أعرف تعرض لظروف صعبة موضوع من التعاقدات والنجوم الأميز خلينا نحكي مع وجود حمزة اللي بقى طلعهم من الفريق بس بغض النظر دائما الرمثة شبابهم مميزين دائما تلاقي أنا دائما بقول الرمثة ولادة بالنجوم دائما عندهم عناصر قادرة يتكمل مثلا نروح لسحاب سحاب لاستقرار الفني بوجود الكابتن جمال محمود قادر أنه الفريق يستمر وواضح هدفهم أنه سيكون اتبات معانا نفس الاشي مع ديان صالح الموسم الحالي أفضل من السابق لأنه مداية الموسم استعان بلاعبين عم بجهز معانا الموسم ماضي كان استعان مؤخرا بعض الأسماء كان الفريق متأخر بالضبط كانت تعاقدات عنده صفر ما فيه عند تعاقدات لا الموسم الحالي أفضل نروح للعقبة باستقرار فني بوجود راد الداهود مدرب مميز صراحة قادر يثبت بالعقبة نروح على مغير السرحان مع الكابتن خالد الدبوبي اللي بصراحة إذا بتجي على الفريق مش عم تسمع بأسماء لماعة يعني بس كأداء جماعي يعني بعتمد على شكل الفريق ما بعتمد على لاعبين محددين باقي الفرق كلها عم بتجهز كويس الصريح صعدوا عندهم الثبات المدرب الكابتن العبابن اللي صعد بالفريق ثابت مع الفريق بأتوقع هذه الأمور كلها راح تخدم كلها راح تخدم الجزيرة بعناصر الشابة نعرف كلنا موقوف من التعاقدات نعم قادر الموسم الماضي كان مميز بوجود عامر عيل واسمهين أبو سيف يعني كان عندهم فريق كثير مميز شباب الأردن برضو العناصر الشابة بوجود وسيم البزور اللي قدر يصنع فريق مميز يعني الإشي المفرح بصراحة أنه تيجي مثلا على معظم الأندية مدربين هوطنيين 11 مدرب مع عدد بيرا مع عدد بيرا وقادرين على صناعة الفريق نعم الفيصل عنده محمود الحديد من الموسم الماضي فيه استقرار فني على قدام شوي راح نشوف أنه التعاقدات اللي صارت بالأندي بتلبي الطموح أنه أنت لوين رايح أنه أنا مثلا ممكن هذه البطولة هي راح تضع بعض الأجوبة كتبت يعني بتعطي التصور أنه شو كل نادي وين رايح كنا من يعني مثلا فيصل مرة بظروف صعبة الأمور المادية كثير صعبة عشان هيك عم بتشوف التعاقدات ممكن ما تلبي طموح البعض بس متوقع أنا مع موجود جهاز الفني الحالي قادرين أنه ينافسوا على ألقاب نعم إحنا خلينا نذهب لهذه القراءة للدرع مع الزميلة كاتي حتى أهلا بكم باكورة أنشطة الموسم الكروي هي بطولة درع الاتحاد التي تقام في مطلع الموسم وتضم أندية دور المحترفين فقط الكثير من الاختلاف يشوب صورة هذه البطولة التي يرى البعض بأنها غير رسمية ويعتبرها بطولة تنشيطية فيما يرى البعض الآخر بأنها بطولة مهمة ولا يقل التتويج بلقبها عن أي كأس محلي آخر بعيدا عن هذا السجال عن أهمية البطولة تحمل هذه النسخة الرقم 35 والتي شهدت صعود عشرة أندية على منصات التتويج أول نسخة كانت عام 81 وفاز بلقبها فريق الجزيرة بعد التغلب في النهائي على نادي الوحدات أما على مستوى سجل الشرف للبطولة يعتبر الوحدات الأكثر تتويجا بعشر تتويجات فيما يمتلك الفيصلي سبعة ألقاب واستطاع الرمثة إحراز خمسة ألقاب والحسين إربيد استطاع إحراز الألقاب ثلاث مرات ولقبين لكل من شباب الأردن والجزيرة ونادي عمان فيما توجد أندية اليرموك وكفرسوم والجليل بلقب وحيد والتي تعتبر ألقابا تاريخية بالنسبة إليها من أرقام بطولة الدرع يعد فريقاء الفيصلي والوحدات الأكثر مشاركة فيما يعتبر نادية الحسين والوحدات الأكثر وصافة في المصابقة برصيد سبع مرات التي لم تقم منذ خمس مناسبات من نشأتها أما بما يخص نظام البطولة في هذه النسخة فقد قسمت الفرق الـ 12 على ثلاث مجموعات يتأهل الدور نصف النهائي بطل كل مجموعة وصاحب أفضل مركز ثاني في المجموعات الثلاثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هناك تقوف من بعض الأندية والوحدات حديث عن تفكير بمشاركة بفريق قد يكون يسمى رديف لا يوجد شيء رسمي ولكن سمعنا عن أقويل تتحدث هذا الموضوع خوفاً من إصابة أو إصابات لأن الفريق مقبل على استحقاق في دورة أبطال آسيا في شهر أربعة يعني تأثير أرضية الملعب على المستوى الفني لهذه البطولة كابتالي وهل هناك مبرر من الخوف على هذا ملعب الإصدار كأسعال من الناشيات يعني خلينا أقوله مثلا الأفضل أنه ملعب العشب الطبيعي مئة بالمئة هلأ الآن هي تلعب مباريات وديية مش هل تلعب على ملعبها وهم تتدرب كمان وبتتدرب على ملعب ترتاني يعني نحن لم نعطي عدوره هلأ الوحدات أنا بصراحة أنا كلنا مع الوحدات بأبطال آسيا نعم إن شاء الله الله بوفقهم بس ضروري يشاركوا بالدرع ضروري يكون في احتكاء قوي لللاعبين عندك بطولة الدرع وضروري يجربوا كمان المحترثين وعندك بطولة القدس والكرامة ده لازم يعني بتخيل أنه إلا يشاركوا باللاعبين اللي عندهم لأنه بدهم يجهزوا الفريق عندهم مباريات كثير قوية نعم إن شاء الله الله بوفقهم على الأسماء الموجودة بالوحدات مع الاستعانة بالمدير الفني وفرصة للذيارة ستتعرف على مستوى الفريق بأسماء الأساسية الوحدات قادرة إن شاء الله كمان بأبطال آسيا يحقق إنجاز الكرة الأردنية إن شاء الله إن شاء الله يعني هذا الأرضية الملعب يعني أرضية الملعب يعني أرضية الملعب يعني ما بدناش إحنا وله ملعب دولي إصداف كأس عالم بالضبط يعني وإحنا دائما نحكي بنفس الموضوع الأرضية صاروا لاعبين نفسهم يعني بتخيل بتمرن على ملعبه على ملعب النادي على الترتان طبيعي لما تقوله بدك تروح تلعب سعندفوبيا بقول لك لا الإصابات طبما أنت بتتمرن على ترتان يعني ملعب نديك ترتان يعني زي ما حكيت التعافيه تصويات كأس عالم كأس عالم ناشاء بالضبط لناشاء طيب المستوى الفني للموصل بشكل عام كيف تتوقع مع دخول الحسين بقوة الفيصل الوحدات كما تعودنا الرمثة بطل دوري الشباب من أردن رفع هذا المرر شعار منافسة بتصريحات يعني كيف تقرأ المستوى الفني متوقع لهذا الموسم بداية من مطلط الدراء يعني هلأ مثلا إذا مننا يأتي الورق الفريق الأجهز اللي هو الوحدات نعم عنده أبطال آسيا استعانب لعبين محليين مميزين مدرب على مستوى عالي محترف تونسي على مستوى عالي أنه الفريق بعد الوحدات يأتي الحسين نادي الحسين يعني بصراحة رئيس نادي الحسين السيد عامر أبو عبيد يشتغل الحسين خلية نحل إن كان مثلا عم بقرأ موقع إعلامي مستشار فني الدكتور محمد فلاح بدات يعني صار بتحس فيه هيكل ابنادي الحسين منظمة أكثر الموسم الحالي وواضح شو هدفهم وهذا الهدف واضح أنه إحراز الألقاب يعني مش معقول كل هالتعاقدات اللي عم بتصير ابنادي الحسين وما تحرز ألقاب الفيصل الفيصل كلنا من الفترة الماضية كان يعاني ماديا هلأ شوي الأمور بلشت تتحلحل يعني شوي شوي بس بدها وقت عشان هيك عم نشوف التعاقدات ثابتة يعني مش عم نشوف أسماء كثير مميزة الفيصل عنده بطولة الدرع عنده كأس السوبر أتوقع كأس السوبر مع الغياب اللي فريق الرمثة رح تكون الأمور أسهل للفيصل لأن الرمثة غيابات كثير يعني اللاعبين المميزين معظمهم تعاقدوا خارج نادي الرمثة بس أتوقع اللاعبين الشباب النادي الرمثة مع وجود الكابتن مراد الحراني وبدران الشجران يعني اتنين على مستوى عالي يعني أنا دائما بقول شهادتي فيهم هذول اتنين مجروح لأنهم مدربين على مستوى عالي يعني كابتن مراد أو خصوصا بدران يعني اللي هو المحترف اللاعب على مستوى عالي ومدرب على مستوى عالي بقدروا يقودوا هذه المجموعة لأنه ضروري الشباب يكون فيهم قدوة خاصة كان مراد نجم في خط الدفاع وبدران كمهاجم وضروري العناصر الشابهة يكون إلها قدوة يعني يخدوا بدران ومراد كقدوة إلهم عشان الفريق حين ان شاء الله كابتن عندنا نكون يعني موسم مثالي موسم مميز بالنهاية يفرز مستوى عالي يستفيد من منتخبنا ووطن لكرة القدم اللي مقبل على تصفيات آسيا بالمناسبة هي خميس المقبل أيضا قرأة تصفيات آسيا إن شاء الله منتخبنا أنه يوفق في هذه التصفيات ويعني أتوقع التأهل أقل إشي ممكن نطالب قبل الذهاب بعيدا في هذه البطولة إن شاء الله أنه البطولات المحلية هي التي تفيد منتخبنا الوطني لكرة القدم بالحديث عن منتخباتنا أيضا المنتخب الرديف صحبة قرأة بطولته اللي راح تقام في أسباكستان في شارح حزيران نقبل قرأة إذا نتابع القرأة على الشاشة أوقعتنا بمواجهة مع أستراليا والعراق وأيضا الكويت هذه القرأتنا وهذه اللي يمكننا مشكلة نعم إنه يمكن في عنا مشكلة إنه يمكن يتعارض التحذير أيضا بطولة آسيا مع تصفيات آسيا إن شاء الله يكون هناك حل لهذه المشكلة في قادم الأيام بتنسق بين كابتن أحمد هايل وأيضا كابتن أدنان حمد الحديث عن ردة الفعل حول قرأة منتخبنا الرمبي أو منتخب الرديف معنا الآن على الهواء مباشرة الكابتن أحمد هايل المدير الفني للمنتخب الرديف مساء خير كابتن أحمد مساء الخير كابتن بستان مساء الخير لضيفك الكابتن عدنان عباب مساء الخير للسادة المشاهدين الله يعطيك العافي كابتن أحمد هايل طبعا القرعة سحبت وتعرفنا على منافسينا في بطولة آسيا تحت 23 عام مقامة في أس باكستان أستراليا العراق والكويت كيف قرأت هذه المجموعة العراق والكويت غرب آسيا ونحن تسيدنا غرب آسيا يتبقى منافس شرس ومنتخب أسترالي ما هي ردت فعلك حول هذه القرعة كابتن أحمد أكيد أستاذ بسام بالنسبة للمجموعة مجموعتنا قوية والمستويات متقاربة بين جميع المنتخبات الحضوض أيضا متكاوية بالتأهل للدور الثاني من جميع المنتخبات ولكن وجهة نظري المنتخب الذي سيحضر بشكل جيد لهذه النهائيات والبطولة ستكون حضوضه أكبر بالتأهل للدور الثاني من عندما بدأت مجموعتنا نحن فراحة بدأنا بالعمل على رأس المنتخبات المجموعة نشوف النقاط القوة والضعف لهذه المنتخبات نعم كابتن أحمد أكيد هي بطولة صعبة وإن كانت أعتقد البطولة الأهم بعدها بعام هي المؤهلة لأولمبياد باريس ولكن أكيد هذه البطولة بعد فوزنا بغرب آسيا سقف الطموحات عندنا ارتفع وإن شاء الله ننتظر مشاركة للمنتخبنا ولكن يمكن عندنا إشكالية بتعارض الموعد البطولة مع تصفيات كأس آسيا إن شاء الله يكون هناك تنسيق في الفترة المقبلة مع المنتخب الأول ومنتخب الرديف يعني لدينا مشاركتين ممكن متزامنات كابتن أحمد أكيد نحن نهائيات لدينا بشهر 6 وعندنا محطة أخيرة تحضيرية هي المعاكتر المحطة الأخيرة ستكون تحضيرية للنهائيات أكيد نعمل صراحة للأمانة التشاركية مع جميع الأمدية والأجهزة الفنية مسألة اتحاق بعض اللاعبين المنتخب إلى المنتخب الأولمبي أكيد الاتحاد حريف على نجاح هذه البطولة وقيمة البطولة كبيرة ورسائلها كبيرة ما تتأثر في حال احتجب بعض اللاعبين الدوليين عن هذه البطولة وأكيد لاعبين محترفين للأمدية سيذهب على منتخباتهم أنت بتعرف المنتخب الأولمبي هي المحطة الأخيرة وأحنا كمراقبة لللاعبين محصورين بعدد قليل من اللاعبين اللي بشاركوا بشكل مستمر مع أنديتهم من مواليد 99 إلى 2000 خياراتنا الأمانة محصورة ببعض اللاعبين في أندية الرساة والخيصة والوحدات منراقبهم إن شاء الله نتمنى أن نوصل لطريقة إذا ترضي الطرفين أكيد إذا التحق اللاعبين مع الأمدية أكيد المنتخب سيكون خسران وإذا التحق اللاعبين مع المنتخبات الأمانة سيكون الأمدية خسران فإن شاء الله نتمنى أن نوصل لآلية إن شاء الله تفاصيلة مع الأمدية والأجهزة الفنية لأيضا تمثيل المنتخب بأفضل صورة شكرا لكابتن أحمد هاير المدير الفني المنتخب الأولمبي المنتخب الرديم إن شاء الله التوفيق لكم في إعداد المنتخبنا للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 13 عام المقررة في أسباكستان منتصف هذا العام كابتن عدنان يعني الله يعين المدربين يعني بأيام الفيفا بشهر ثلاثة بتعرف مشاركة في بطولة قدس والكرامة 100% بفلسطين الحبيبة هي بطولة إلها معاني خاصة جدا طبعا بالضافة إلى معانيها الخاصة جدا أيضا هي خير إعداد للوحدات لأبطال آسيا للفيصل للرمثة للدوري والكأس للكؤوس وأيضا يعني كيف سيتم برأيك شو الأفضل طريقة حتى يتم حل هذا الموضوع في منتخب الأول عنده أيام الفيفا والرديف وعندنا الأنديل الثلاثة يعني خلينا نكون صراحين ودائما قلت القدم الأهم فالمهم يعني شو الأهم عندنا 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 المنتخب الرديف يحسب لجهاز فني قيادة أحمد هايل وبشار بن ياسين ولؤيل عماري يعني عم تشوف منتخب ناضج تكتيكيا قادر أنه يوصل يوصل أنا أحنا المشكلة عندنا بالبطولتين هدول أنا أتوقع أنه لأني قادرة تخدم المنتخب الرديف أنه تعطي اللاعبين لأنه ضروري يكونوا موجودين مع أحمد هايل يشاركم مجموعة يعني وحدات رمثة أهم العناصر الموجودة والثلاث فراق مشاركة بطولة القدس أنه يعطوا مجال لأحمد هايل أنا المشكلة عندي مش هون مش بهذه الفترة أنا المشكلة عندي بشهر ستة أنه عندك المنتخب الوطني عنده تصفيات آسيا ومنتخب بنفس الفترة نعم أنه لازم يكون فيه تعاون هلأ المجموعة اللي فيها المنتخب الرديف مجموعة قوية جدا إحنا شفنا ماشي بغرب آسيا فزنا على الكويت العراق شاركت أنه تعرف بعيدة عن الوسط ولكن تبقى يبقى منتخب عبراق ومنتخب دول مرشح لازم يكون التوجه أنه مساعدة المنتخب الرديف لأنه هذا مستقبل كرة القدم الأردنية إذا من نيجي على المنتخب الوطني تصفيات آسيا كلنا من نعرف ما هي الظروف اللي مر فيها المنتخب الوطني قبل استلهام الكابتن عدنان حمد اللي وصلنا لهاي المرحلة بصراحة اللي خلنا نشارك مع المنتخبات خلينا نحكي مستوها ضعيف مش من المستوى اللي ممكن ينافسنا نعم أنه قادرين التأهل بالمنتخب الوطني بالاستغناء عن بعض اللاعبين لصالح فريق أحمد هايل لأنه كمان إذا بتحكي مش ما أقول يغيب مثلا عنه علي علوان وبقبة ويزن العرب وآسف ويزن نعمات يعني هاي الأمور بتصير هلأ الحراس أوكي الحراس لؤي العميرة قدر يوجد هارس جيدي بغياب عبدالله فخوري هيك أنه الحراس بأمان لؤي العميرة بس لازم يكون في معه عناصر قادرة اللي تخلي المنتخب يتأهل ولكن أيضا لا ننسى كابتن يعني هو كما ذكرت معادلة صعبة جدا ولا ننسى أيضا الأندية الأندية يعني الوحدات يعني بشهر أربعة أبطال آسيا وهذه ممكن قد تكون آخر بروفا الفيصل الرمثة أيضا يعني الدوري بتكون على بواب وكأس الكؤوس يعني هي معادلة صعبة ممكن شهر ستة يعني لسه في مجال التحضير أكثر ولكن كمان الأندية الأندية بحاجة إلى تحضير بحاجة إلى خلق عنصر التجانس بين لاعبين يعني خلينا نكون صراحين أن الأندية الوحدات الأحق أنه يأخذ لاعبين ولأنه عنده بطولة مهمة أبطال آسيا بس أنه فيصل ورمثة قادرين قادرين يخدموا المنتخبات الوطنية أنه يعني بطولة محلية بس أنت الوحدات عم يمثل خارجيا زي ما يمثلك منتخب الرديف والمنتخب الوطني أنه الوحدات يستعين بلاعبين وبتوقع ما راح يكون في مشكلة عند الكابتن أحمد هاير وبشار بن ياسيم لؤيل عميرة أنه الوحدات يستعين بلاعبين لأنهم قادرين صراحة الجهاز الفني منتخب الرديف قادر أنه يوجد البديل بأسرع وقت عشان هيك بتمنى بتمنى الكل يتساعد يعني ما راح تكون الأمور سهلة على الكل نعم أنه يصير فيه تنصيق بين كابتن عدنان أحمد وأحمد هاير أنه اللاعبين كيف بدهم يشاركوا لأنه أنت بتعرف مثلا فيه زي زن نعيمات المنتخب الوطن الأول بحاجته ومنتخب الرديف بحاجته على علوان نفس الشيء يعني الأسماء على مستوى عالي عشان هيك لازم يكون فيه تنصيق أنه كيف بدنا نشارك لسه مجموعتنا أظن إحنا القراءة تأسية بشهر أربعة أو ثلاثة نعم المنتخب الأول اللي نشارك بس أنه معظم الفرق اللي عم بتشارك اللي راح تكون مجموعتنا لنهايات أسيا راح يكون هذه القراءة أعتقد خمس المقبل قراءة كأس أسيا آآ يعني راح يكون مستوى الفرق اللي عم بتتشارك مش الفرق المميزة بأسيا أنه قادرين إن شاء الله بوجود عدنان حمد والجهاز المعاون وأحمد عبدالقادر وحسونة وعامر شفيع أنه نتأهد إن شاء الله توفيق لمنتخباتنا وأنديتنا كابتني عدنان شاهد مستوى فني راقي ببطولاتنا وتعود البسم الجديد لمنتخباتنا الوطنية بكرة القدم شكرا كابتني عدنان يعطيك العافية لا أفو الله يبارك تيك الله يبارك تيك